أهلا وسهلا فيك رفقاتنا له الفيديو الجديد من فيديوهات قناة تقنية عربية بهذا الفيديو أصدقائي رح نتعرف على طريقة ربط ساعة المي باند 7 مع الهاتف وطبعا لحنا استعرضنا هي الساعة بفيديو سابق عنا على القناة واستعرضنا المميزات الخاصة فيها وقبل ما نبلش بربطها الساعة مع الهاتف بتمنى منكم تعطونا لايك على هذا الفيديو لحتى يزيد انتشاره عم تشوفونا أول مرة ياريت تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد بعالم التقنية عندكم أي سؤال عن المي باند 7 تركوا ليه بالتعليقات أسفل الفيديو بالبداية أصدقائي قبل ما بلش بربط الساعة مع الهاتف حبيت أرجيكم طريقة ضبط المصنع الخاصة بهاي الساعة بعد ضبط المصنع شو رح يظهر رح نورجيكم بالفيديو نرتفع للأعلى ومننتقل عند الإعدادات بعد ما وصلنا لعند الإعدادات منضغط عليها مننزل للأسفل منلاقي عنا عبارة النظام أو السيستيم آخر عبارة عندي هون إعادة ضبط المصنع بدخل عليها تتطلب استعادة المصنع إعادة الربط قبل أن يمكن استخدامها هل تريد الاستمرار؟ نعمل له يس فوق هلأ عبارة تعمل ضبط المصنع الساعة من البداية من البداية طبعاً كما نرى عملت رجية صغيرة وبدأت من أول وجديد كما نلاحظون ضبط المصنع سريع جداً وأعطاني هذا الكود الذي يرونه طيب نضع ساعة على جنب وننتقل لعند الهاتف داخل الهاتف أصدقائي رح نزل تطبيق اسمه زيب لايف هذا التطبيق موجود على جوجل بلاي وهو تابع لشركة شاومي رح نزل التطبيق وأرجيكم شو رح أشتغيل عليه بعد ما فتحت التطبيق عبيتطلب مني التسجيل بالتطبيق إما عن طريق الفيسبوك أو عن طريق حساب شاومي أو عن طريق الجوجل أو ما إلى هناك أو إنشاء حساب جديد أنا رح قل له عن طريق الفيسبوك بيطلب مني سماحيات للوصول للحساب قل له موافق بيعطيني رسالة التسجيل طبعاً يعطيني مناطق عدة أنا موجود فيها إما منطقة عربية أو منطقة أجنبية بإمكانك تختار المنطقة اللي بدك إيها أنا صراحةً واجهتني مشكلة بهي الساعة بالذات لأنه نسخة صينية فاخترت المنطقة الصين ملاحظة مهمة جداً وبعد ما اخترت المنطقة وبوافق على الاتفاقيات وبقول له موافق بها العملية تم تسجيل الدخول بهذا المكان بحط الأمور الخاصة فيني من العمر والجنس وتاريخ الميلاد والطول والوزن لأنه هذا الموضوع متعلق بالرياضة بشكل خاص وبعد ما أكملنا الملف الخاص فينا بنعمل تم عبيعطيني بعض التعليمات وبقول له موافق والتالي وهيك هلأ انتهينا من التسجيل بالبرنامج هلأ كيف بدنا نضيف الساعة لهذا البرنامج طبعاً برجع بكرر ملاحظة مهمة جداً إذا ما شبكت معك الساعة لازم تحط المنطقة الصين معلومة مهمة جداً أنا هون حطيت المنطقة الخاصة فيني ومشي الحال ولكن بالنسخة الصينية أحياناً بحاجة لتحط إنك المنطقة الصين وهلأ لإضافة الساعة للبرنامج من إشارة الزائد بالأعلى بقال لي شو بدك تضيف سوار ذكي ولا ساعة ولا ميزان أنا اللي بين إيديي هو سوار ذكي عبيعطيني تحذير بعد قيامك باقتران هذا الجهاز سيتم جمع البيانات التالية منك الأنشطة النوم معدل ضربات القلب وما إلى هنالك من قل له موافق بيعطيني رسالة تحذيرية بعد المنها أنه نظام التشغيل الأندرويد يجب عليك السماح للتطبيق بالوصول إلى الأذونات المرتبطة بالبلوتوت وما إلى هنالك فهمت نعطيه السماحيات اللازمة سماح لمسح رمز الاستجابة السريعة يحتاج التطبيق الوصول إلى التقاط الصور من قل له فهمت هل تريد السماح لهذا التطبيق بالتقاط الصور من قل له نعم عبيعطيني خيارين عميقلي الساعة في رمز استجابة يعني البين كود هاد تمام ولا ما فيها هذا الرمز الخاص بالربط لا رح قل له فيها هاد الرمز عطاني رسالة هل تريد السماح بتشغيل البلوتوس نعم سماح وهلأ باخد صورة للكود جاري الاتصال تمام عطاني إشارة صح أنه تم الربط مع الهاتف قل له موافق مثل ما نلاحظين جاري إعداد اللغة وفتحت الساعة بهذا الشكل أول ما بتوصلك الساعة صديقي بتكون قافلة على الكود ومثل ما لاحظت أنت بحاجة لهذا التطبيق لحتى تفتح الساعة وتاخد جميع المميزات الخاصة فيها بعد ما انتهى عم يقل لي مزامنت الإعدادات مزامنت البيانات هل تمت المزامنة؟ بقل له نعم تميت المزامنة عندي عدة صفحات بهذا المكان نتعرف عليها بشكل سريع تمام ومنقول له البدء مثل ما نلاحظين شباب اتصلت الساعة بالشكل الصحيح والنظامي 100% وبهذا المكان اللي هو المتجر الإشعارات والتذكيرات مراقبة الصحة إعدادات السوار في عندي كتير خيارات ضمن المنها فيني عدل الساعة وفيني عدل الترتيب الخاص بالساعة هذا الموضوع بيصفة سهل كتير بالنسبة إلك وفيك تحط واجهات خاصة كذلك الأمر للساعة كذلك الأمر فيك تراقب جميع القياسات اللي على الساعة داخل جوالك من معدل ضربات القلب وعدد الخطوات وما إلى هناك إضافة لأنه فيك تربط التقص وحالة الجو مع الساعة عن طريق الجوال كل هاي الإعدادات واضحة وباللغة العربية وصراحة ما لابي حاجة لشرح مكثف لأنه بسيطة كتير وبهالعملية يا شباب منكون ربطنا السوار مع البرنامج الخاص بالجوال وبالتالي فتحت معنا الساعة شكرا لمتابعتكم أصدقائي وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية شكرا للمشاهدة